أفادت هيئة الافتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن حقنة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا تفطر الصائم ولا بأس من أخذها في نهار شهر رمضان المبارك وجاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة للإجابة عن الاستفتاء الموجه إليها بشأن حملة التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة ضد فيروس كورونا المستجد